ارهابي وده يوديني لنقطتين اتنين غاية في الاهمية نتوقف عندهم فيما يخص تصريحات الرئيس عفتاح سيسي النهاردة منطلقة من هذه التصريحات انا لقوا نقش التصريحات انا انطلق منها لنقطتين مهمتين من وجه نظري النقطة الاولانية هي اعلان اسم المتهم الانتحاري والنقطة التانية الرئيس لما بيكلم عن النجاح وانه في نجاحنا في حاجات كتيرة ومحدش يقول خلال امني ارجوكم ما تقولوش خلال امني خليها اتكلم على النقطتين دولة ونحاول نحللهم النقطة الاولى وهي نقطة تبدو برضو شكلية لكنها في قلب القانون اعلان اسم المتهم ما عرفش هل كان من الافضل انه يعلن اسم المتهم هو النائب العام لا انا عارف انه كان الافضل انه يعلنه النائب العام مقدر تماما رغبة الرئيس السيسي في الطمأنة للناس وفي اظهار درجة من درجات الاستجابة السريعة من اجهزة الدولة مقدر مقدر النواية المخلصة والمستهدفات المطمئنة وراء الاعلان لكن الاعلان باسم على لسان رئيس الجمهورية اعلان خطر لانه قيد على اجهزة النائبة والتحقيق بعد كده انه اللي اعلن عنه الرئيس لا بد ان ينتهي الامر بانه هو المتهم هو مثبت اتهام لانه الرئيس اللي اعلن حتى لو قيد معناوي او ادبي لانه الرئيس المفروض لما يتكلم يتكلم عن احكام نهائية واجراءات التحقيق لما يتبنى الرئيس اعلان الاسم كانه بيتبنى التحقيق والتحقيق ده لوجه هي اجهزة ولو مؤسسات انا مقدر النية المخلصة والخالصة لله في اعلان الاسم لكن ده يعني محط رعاية شديدة لهذه النقطة وتعامل بحساسية وبضقة شديدة مع ده لما اطلع انا رئيس الجمهورية واقول فلان اللي ارتكب يبقى فلان اللي ارتكب ويبقى كأن الجميع ملزم بانه فلان اللي ارتكب واحنا لسه في مرحلة التحقيق ده مش كلام نهائي لا يدال متهما لا يدال متهما ومن ثم تبني اتهامه من رئيس الجمهورية مقدر دوافعه لكن الحقيقة متحفظ جدا على اعلانه عبر السيد الرئيس النقطة التانية انه الاعلان عن اسم المتهم سواء بقى من السيد الرئيس او من اجهزة النيابة بيتطلب نتيجة السرعة الشديدة بعد بضعة ساعات بيعلن عن اسم هذا المتهم انه يلحق هذا الاتهام بادلة على طريقة او لم تؤمن اه ولكن اطمئننا قلبي مش كده انه سرعة الاعلان عن متهم وسط حوادث كتيرة جدا عشناها عدنا سنوات على من طلع متهم عدنا سنوات عشان طلع متهم قضايا لايه علاقة بالارهاب وقضايا لايه علاقة بريجيني وغيره فلما انا فجأة بعد عدة ساعات اقول مين المتهم على طول هو الراجل من فخخ نفسه الولد من فخخ نفسه من موت نفسه فوارج جدا التعرف عليه لكن السرعة دي تستوجب بسرعة ايضا ادلة